تعد أكاديمية النفط والغاز في شركة نفط البحرين بابكو صرحاً تعليمياً ومهنياً مميزاً يوفر عدداً من البرامج الأكاديمية والتدريبية المهنية والفنية المتخصصة نعم هذه الأكاديمية تطمح لتطوير وتعزيز الكفاءات الوطنية الشابة العاملة في قطاع النفط والغاز تأسست أكاديمية النفط والغاز في 2017 أكاديمية النفط والغاز هي تقوم بتفوير فرص التدريب والتعلم لموظفي شركة بابكو ومنتسبي شركات النفط والغاز في مملكة البحرين من أهم البرامج التي تطرحها أكاديمية النفط والغاز برنامج بحثات الموظفين، برنامج منح أبناء الموظفين، برنامج بحثات بابكو لخرجيه الثانوية العامة، برنامج الدبلوم للنفط والغاز والميكانيكا والكهرباء والأجهزة الدقيقة والتحكم، برنامج التدريب الميداني لطلبة الجامعات وبرنامج تكوين بالإضافة إلى ذلك، توفر أكاديمية النفط والغاز دورات تدريبية في أسس القيادة وإدارة الأعمال لموظفي شركة بابكو ومنتسبي شركات النفط والغاز في مملكة البحرين نحن ندرب الموظفين التابعين لمشروع تحديث المصوى، طبعاً هو أكبر مشروع في تاريخ المملكة من حيث الميزانية المرصودة وبعد شغال المشروع، سيكون شريان حيوي ومهم لدعم اقتصاد المملكة لذلك ارتعى مجلس إدارة الشركة أن نحن ندرب ونجهز هؤلاء الموظفين على أعلى المستويات بحيث يكون عندهم الاستعداد والكفاءة العالية لتشغيل المشروع رؤية بعيدة تعمل وفقها أكاديمية النفط والغاز لتكون مركزاً تعليمياً ريادياً على مستوى المنطقة يلبي متطلبات السوق في هذا المجال الحيوي وفق أعلى المعايير الاحترافية والمهنية ما أثمر برامج نوعية للطلبة تسهم في تأهيلهم بكامل المعرفة والمهارات والخبرات المطلوبة الدراسة في هذه الأكاديمية وسط بيئة داعمة تبدل كل ما بجهدها لرفع مستوى الطالب وتقوية علاقاته بباقي الطلبة وكأنني عائلة واحدة جعلني أشعر بأني وسط بيئة تنمي الأفكار وتدعم الطموحات وتتيح جميع المساعدات لتحقيقها أنا جداً ممتعنا لهذه الفرصة لأتاحتها لي الأكاديمية لدراسة أجهزة التحكم والمعدات الدقيقة فقد تعلمت أشياء جديدة نظرياً وعملياً وأسست من الصفر بفضل الأساتذة وطريقتهم المبدعة في الشرح والتعامل وكيفية تسهيلهم المواد ونموا في نروح التعاون والقيادة البرنامج عبارة عن ثلاث سنين أول سنة تكون نظرية للطلاب يأخذون فيها المواد الأساسية اللي يحتاجونها حق دراستهم في السنة الثانية نبدأ ندمج الجانب العملي مع الجانب النظري ونهاية كل سنة عندنا تراينينك في الروفايناري يكون لمدة شهر وهالشهر جداً مهم لأنه يساعدك على تعزيز الأشياء اللي خذيتها في الأكاديمية حالياً نحن في السنة الثالثة وهالسنة أقدر أقول عنها سنة عملية لأن الشغل دايماً في الوركشوب الصراحة البرنامج كان جداً منظم يعني برغم الظروف اللي تمر فيها المملكة بسبب جاعة كورونا الأكاديمية كانوا دايماً يواجهون هالأشياء بحال سريع للطلاب بحيث أن يضمن لهم سير عمالهم وشغلهم بدون لا يتعطلون أو يتأخرون أكثر من مئتي طالب ومتدرب يحضون بفرصة الانضمام حالياً للأكاديمية يكملون فيها خططهم التعليمية وبرامجهم التدريبية على أيدي خبرات ماهرة والتقنيات متطورة جداً تعزز من مستقبل مسيرة العمل في قطاع النفط والغاز بمملكة البحرين طموح عال وآمال كبيرة تعلقها شركة نفط البحرين بابكو على أكاديمية النفط والغاز لتخريج أفواج أكاديمية متميزة تتمتع بخبرات علمية وعملية ماهرة تسهم في دعم وتعزيز جهود مملكة البحرين في قطاع النفط والغاز يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر